السلام عليكم أين سألقى الدار المناسبة لكي نشد عليها الدعم أنا أريد أن نسافد من الدعم الدولة سأضعها شروط أين سألقى هذه الشروط؟ كيف سألقى وفي أن نقلب ولكن قبل أن يجعل الفتل انتباه لكم لبعض الأخطاء أو لبعض الأمور لا تطيحوا فيها عندما ينصى الدعم تفتحها كما قلنا الأول تشهر 1-2024 تجيل فيها سهل لا يأخذ لك حتى جوش دقائق الخدمة التي سألقى أن تجيل طلب الدعم سهلة الخدمة الصعيبة سألقى النطار الخدمة الصعيبة أنه يدفع لهم الأوراق يدفعوا واحدة بالبيع يدفعوا من بيع الشهادات الملكية والعاقة البيع النهائي هذه الخدمة هي اللي سألقى النطار أنت ما عليك غير تصرح بنفسك وتقول اليوم سألقى نستفد من دعم الساكن وهو ما قل من 7 أيام سألقى يجعبوك ماذا فيك الشروط ولا ما فيك الشروط ولكن يردوا البال واحدة مسألة مهمة ما عمرك تدفع الطلب وأنت ما زال ما لقيتش الدار حلو ان يكون مزيان ما تمشيش تقول أنا غيرتقلب على دار دابة باش نشريها ولا بارتما أرى نمشي ندفع الطلب مشو بدأو شي قبلونين لا حتى تلقى الدار وترصيها وتعرف المنطقة والبلاصة والجية اللي غتشري فيها والدار اللي غتشري ولا بارتما اللي غتشري واش قل من 30 مليون ولا فوق 30 مليون عاد سير دفع دك الطالاب ديالك انت باش تشوف واش يقبلوك انتش الدام لان انت اللي غتش الدام اذا ما تدفعش طالب حتى تلقى الدار وتعرف فين كائنا والمواصفات دياله والتمان دياله مزيان ولكن بالنفس الوقت مشي تلقى الدار بشي تكاتب معا مولها وتسالي وتسني معا وكلشي لا غير حط عليها عينيك وعرفت الدار اللي غتشري قدرت تدير واحد الوعد بالبيع غير ملزم ولكن ويك تدير وعد بالبيع ملزم هتقدري ترفض لك انت الطالب اصلا ديال الدام كن عندك شي مشكل ويرفطه لك وتقدر ديك الدار ترفض وتشي قدرنا علي اذا حط عينيك على الدار هتدفع الطالب ديالك انتا بما قلت طريقة سهلة وقل من سبع ايام ويجاوبوك يقولوا لك اهراء قبلناك هنا ديك الساعة ستأخذ هذه القبول وتدير النوطير هو غيتكلف بكلشي والنوطير كما تكرنا هناك انتفاق ما بين الوزارة والنوطيرات الفين وخمسمية الدرهم التحت ما يحسبوش عليك كتر من الفين وخمسمية الدرهم في الادعام ديالهم السؤال الذي يحيير الناستي يقول cual انا بنا تجد الدار اول ناصيحة ان هالدعم المباشر راه لك انتق عندك تمشي انشي مونعيش عقاري ويبقى يهضر بصيغة الجماعة وبقى يقولك اجي ان شاء الله راه الدار غنبيعليك وغنستافده من الدعم وقول له بس راه انا اللي غنستافد من الدعم انا اللي يدفع الطالب انا اللي غنشد ديك الدار وانا اللي غنبقى ملزم وكينرهن بيال عشرار المليون هذيك عشرار المليون اللي غنشد يلاش تقلي من ثلاثين مليون ردو لك هتبقى حاطة يديها على ديك البرت ما ولا ديك الدار مدت خمس سنين وإلا ما التزمتشانا بالشراط بيال الدعم رغى يفرضوا ليه رجع ليهم ديك عشرار المليون اللي انني انتبت انني كنت ساكن فيها وكنستاغلها مدت خمس سنين كسكان رئيسي ما نكريها ما نبيعها في ديك الخمس سنين متى حاجة عادك يحيدو ذاك الرهل من مور خمس سنين شديد الدعم اذا انا اخويا المنعيش العقاري حيا دراسك من هادشي انا وياك غن تبايعون تشارعو انترى ما داخلش في الدعم باش ما تخشيش كرموسك في الشرائط بغيت تاخد منه تاني حاجة خصكم تعرفوا ان هاددعم بهالطريقة هاددعم المباشر للسكن مني جاولا دعم مباشر ما بقاش كيت تعطاك اعفاء ضاريبي للمنعيش العقاري اذا انت اذاك الاعفاء وخاك تستفد منه ما كتشوفوش قدامك ما كيدوش قدامك كتشيش ريبارط ما بخمسة عشرين مليون تخلص ها تباك هتعرف كين الله الدعم الاول هاداك الاعفاء الضاري بك يستفد منه منعيش عقاري اذا باولا وقالوا لك خناعطاك انت انتالي غتستفد بلغة يشري انتالي غتشدك عشران مليون ولا سبعاد المليون الى كانت فوق ثلاثين مليون حتى ثلاثين مليون هاددعم بهالطريقة فتح الباب الصغار المنعيشين العقاري وهنا فين خصك تقلب اذا انت باقي تقلب على الساكان المناسب خدم بالاقصائيات نشوف الحاجة الافضل ما لقيتاش نشوف اللي ناقصها شوية ما لقيتاش نشوف الليل تحت تنستفدقاء الامكانيات انني نلقادك الساكان اذا هاددعم بهالطريقة فتح الباب الصغار المنعيشين العقاريين من الشركات الصغيرة المقاولين عقاريين صغار الواحد عنده ده باش يبقعه وبغي يدير عليها مشروع ساكاني بمعنى بغي يبني فيها الضار اخويا ولا عمارة صغيرة فيها غاة ثلاثة طبقات ولا جوج طبقات فيها غاة جوج ديور ولا ثلاثة ارا من حقك تستافد الى شريتي من عنده ما بقاش هاددعم حكر على الشركات الكبيرة اللي كتعرفوه سميته اذا اول ما تمشي في اي بلاصة كنتك تصير عند صغار المنعيشين العقاريين الناس اللي عاد بداوه الناس اللي عندهم بقعه ومشوا بناوه وبغاو يبيعوا الضيور اللي فيها كي اللي غا يبني ديك الضار قاع ولا يبني مثلا واحد جوج طبقات ولا اربعات طبقات وهو ناوي يسكن في واحدة ويبيع جوج وتفرض الشروط في داك الساكن ما تقدر تستافد من الدعم على داك الساكن اذا ماشي ضروري بشي تقلب على دوك الاسماء الكبيرة شركة كذا وشركة كذا لا تقدر تستافد مع الصغار المنعيشين العقاريين وهذا افضل اللي كنته لان المواصفات غا تكون افضل هادك اللي غا يبني غا ديك الضار ولا غا ديك العمارة غيركز على ان المواصفات تكون مزيانة يجدب الناس خصوصا اللي كان عاد غا يبدا يشتغل في البيع العقارات داني اللي لجيتي بحال هاد النوات الشركات الناشئة جديدة صغيرة حاول تشري من عندهم راك تقدر تحصل على ثمان مزيان والاهم على مواصفات احسن من داك الساكن الاقتصادي اللي كانو كيبنيو داك الشركات اللي معروفين مزيان ولكن ردوا لبال واحد نقطة مهم ما غا دي تنتاشر مع هاد دعم الساكن النوار الكحل بمعنى ان داك المنعيش العقاري يحاول يتهرم من الضاريبة ويحاول يدخل معاك في داك الدعم بطريقة غير مباشرة كما قلنا في الول وهاد النوار بعيدو منه بعيدو منه قاطعا ما تفكرش النوار انت اللي شريتي بالنوار مضروغ هادك باعليك تفك باعليك بارتما مثلا انت مضيك لاريها عند الدولة وفي الضاريبة وفي الدعم هادك تشوي 30 مليون وهو باعليك ب 36 مليون هو استافد خلصت ضاربة غير على داك 30 مليون واستافد ان ادخله معاك في داك الدعم انت شريتي على اساس 30 مليون شدتي عشران المليون صدقتي اعطتي 36 مليون حل ما شديتي والو وحتى مستقبال انت اللي شاري بالنوار شريتي بارتما ب 36 مليون وفي الوراق بارتو غير 30 راه نتاديك البارتما نقستي القيمة ديالها لكنت فعلا تشوي 36 مليون وحسبتها في الوراق 30 باش تشدك عشران المليون ولكنت راه نقستي القيمة ديالها حاجة اخرى نركز على الشروط رخصة الساكن قبل من 2023 امقبولاش راه كين واحد ستوك كبير علش كلكم في الاول بعده من الشركات الكبيرة راه عندهم ستوك مهام مبني قبل 2023 ولاشط رخصة الساكن قبل 2023 فيه اللي مستافد من الاعفاء الضاريبي عندك مديدش في الدعم وفيه اللي كما قالت عنده رخصة الساكن قبل واحد 2023 حتى هو مديدش في الدعم فاركز يلعب لك شي واحد وهاد الشراء قالتو الوزيرة ديالي اسكان فمها مش يجي نحنا نديستوكيو مش يجي نحنا نديستوكيو الناس اللي مداروش بيزديس بلان في المستوى ونجينا نحلي مشكلة انا مجيت حلي المشكلة المقاولة انا جيت نحل المشكلة على المواطن قلت لك انا مجيتش نحليهم المشكلة ونبيع لهم ستوك ديالهم هاد المقاولات انا جيت نعطي الدعم للمواطن الحاجة الثالثة والآخرة اللي انا اضرع عليها هاد الدعم ديال الساكن طريقة مباشرة جابتو الحكومة وللدولة بغات ميبقاش تكدو صغير على مناطق بحد داتا الناس كلهم ميبقوش يشريوغا في الرباط والدار بيضاء ومراكش ومناطق اللي مكتدة اصلا دك الشي عليش كي يقول ليك شوف انا ربرت ما بثلاثين مليون ما تلقاش في كازها وسط المدينة ما تلقاش ده بوقي لحتة في الاطراف ديال المدينة ولكن تقدر تلقاها في مدينة صغيرة تقدر تلقاها في النواحي ديال هاد الموضور الكبار اذا إلا قدرتي وما عندكش مهم انك تشريوغا في الوسط مدينة كبيرة ولا قريب بزاف المدينة كبيرة سير شريء في مناطق ومدن صغيرة سير شريك بقعة وما تلقى المقاييس المواصفة تزوينا وغا تلقى التهمان مزيان واحد نقطة اخيرة منساهش هادا دعم مباشير للسكن للسكن باش تشري دار ولا بارت ما في هالشوروت واحد عنده بقعة بغي يبنيها انا ما كيش دعمي اعطوك فلوس باش تبني ما كيش هادا باش تشري دار موجودة بارت ما في هالشوروت اللي ذكرنا اذا واحد عنده بقعة وبغي يبنيها انا ما غايدعموك بتحاجة واحد باغي يشري بقعة وواش نتدعم باش يشري بقعة انا ما كيش دعم باش تري بقعة هذا الدعم مباشر صيوف تسري الساكن ووسيقعة حتى идеal 30 مليون Belgique سوف تس sorting على ساكن ثلاث horizontal shrink